أكد على كلام سيادتك أنه حتى لو عسكري راجع أجازة بيوجع البنى النهاردة بنحتفل بذكرى الواحد وعشرين شهيد مصري اللي اتقتلوا في ليبيا وثقرت ليهم القوات المسلحة المصرية بجسارة يعني خليني أسأل سيادتك الفكر أو فلسفة الأداء البرلماني إزاي بتوائم ما بين الحرية وحقوق الإنسان من ناحية وما بين مكافحة الإرهاب والعدالة النجزة من ناحية أخرى في إصدار التشريعات أو منقشتها والله يعني حياتك احنا كلنا شايفين ده يمكن قبل حياتك بتسألني السؤال أنا قلت نهاردة طول ولوطف الإغراءات فإذا نهاردة احنا بنحافظ على احنا دول القانون بتطبق القانون طبقا لأليات القانون مجلس النواب بالكامل زي ما حياتك شايف المحافظة على حوال إنسان وآليات حوال إنسان والحريات في نفس الوقت النهاردة مع الحفاظ على الأمن القومي المسوي وأنا كرجل عسكري ممكن بقول رأيه في ساعات بنختلف عليه ولكن أنا عندي اليقين التام إن كرجل عندي خبرة أمنية إن إذا تعارض الأمن القومي مع الحريات فأنا بقى أؤيد الأمن القومي بدوس على حريات لو الأمن القومي بتاعي يبقى فيه خطر ودولته هضيع ولكن الأمور مستقرة في الواد الحال وأنا ماشي ما بيني الاتنين وفيه عندي سيطرة على الأمن القومي أي أي عديات ضد أمن قومي وبلد مستقرة حريات لا أنا أبدل حريات بس الحريات في ظل القانون وفي ظل آليات الحريات اللي بتتاخد وما مناشى أي حاجة في البلد إن إحنا كمجلس ندوب موافقين على قانون تظاهر موافقين على المطالب بس في إطار القانون وفي إطار الأليات اللي بيتم تحددها ولكن ما تنقلبش لغوغاء وعملية تخريب وتدمير في البنية التحتية في قلب البلد يعني طبعا حياتك زكرتين بالمقولة الشهيرة بتاعت رئيس وزراء فرنسا إذا تم المساس بأمن فرنسا لا تحدثوني عن حقوق الإنسان يعني ده كلام فعلا حقيقي لأنه دلوقتي الواجب إيه؟ الحفاظ على أمن الوطن لأن الأمن القومي هو حفاظ على مقدرات البلد الداخلية من أي عديد خارجية فأنا لهوصل النهاردة أن في عديد خارجية ضد مقدرات بلدي لا هي دي ديني برا واحد لأن ما دي لو انتهت أنا مش هيبة في عندي أي حاجة